واستطعنا تشغيل عشرات الآلاف لغاية الآن إجبار الشركات خلصا الشركات الأجنبية وحتى الشركات العراقية الكبرى تشغيل العاملين عامل عراقي معابل مقابل كل عامل أجنبي أيضا قبل عدة أشهر سوينا قرار في مجلس الوزراء لتسوية أوضاع العمالة العربية والأجنبية موجودة في العراق متواجدة بالعراق في شكل غير قانوني وعطيناهم فترة 45 عامل للتسجيل في وزارة العمل حتى يمنحون الإقامة من وزارة الداخلية طبعا مع هذه الملاحظة بأن يسجل في وزارة العمل سيكون مضمون وسجل بالضمان الاجتماعي وسيطبق عليه القانون أمام كل عامل أجنبي عامل عراقي للأسف لم تأتينا أعداد كبيرة يعني أكثر من العشر تلاف بقليل سجلوا في فترة التسوية وحدة من أسبابها ضعف التغطية الإعلامية لأننا كوزارة فقط نحن من نتحدث عن الموضوع بينما هذا موضوع وطني بحاجة أن تتحدث عنه كل الفضائيات القنوات الفضائية طبعا العراقية بالتأكيد هي أولى هذه القنوات شبكة العنام العراقية بشكل عام تقع عليها مسؤولية كبيرة أكو قلة معرفة وقلة وعي بهذه التفاصيل إضافة إلى أنه إحنا عدنا في بغداد مثلا وبعض المحافظات القريبة لدينا عمالة سورية غير قانونية عددهم يصل تقريبا إلى 300 ألف عامل سوري 300 ألف ذول كلهم غير مجازين لم يحصلوا على مجوز عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولم يحصلوا على إقامة حتى من وزارة الداخلية وإنما ذول يأخذون الإقامة في قليم كردستان يأخذون الإقامة في قليم كردستان وبالتالي يدخلون إلى بغداد هناك تنسيق ما بيكون كوزارة الداخلية وما بين أقليم كردستان هناك تنسيق ولكن التطبيق فيما يتعلق بعدن السماح للعمادة الأجنبية والعربية بالانتقال من المكان إلى آخر في الحقيقة هو شبه معدوم شبه معدوم نعم وإلا ما وصلنا إلى 200 ألف من العمادة السورية إلى بغداد